روسيا تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ يناقش جرائم العصابات الإرهابية بحق سكان مدينة كسب الجيش العربي السوري يقضي على العديد من الإرهابيين ويدمر أوكارهم في أرياف دمشق وحلب واللذقية وكيري يغادر الأراضي المحتلة دون لقاء الرئيس عباس نشرة الثامنة والنصف أهلا ومرحبا بكم أسعد الله أوقاتكم بكل خير مرحبا بكم دعت روسيا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة بحق سكان مدينة كسب بريف اللاذقية قرب الحدود مع تركيا وقال جنادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنه يجب إجراء تحقيق في حادث إطلاق النار على السكان الأرمن في مدينة كسب من قبل المسلحين ومن الضروري أن يناقش مجلس الأمن هذا الوضع لأسرع وقت ممكن وكانت الخارجية السورية طالبت في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإدانة التورط التركي بدعم المجموعات الإرهابية التي قامت بالهجوم على منطقة كسب انطلاقا من لواء اسكندرون وإلزام الحكومة التركية بوقف عدوانها ومسائلتها عن ممارساتها ودعمها الممنهج للإرهاب في سوريا في سياق متصل ندد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف بجرائم الإرهابيين في بلدة كسب بريف اللذقية وقال قاديروف أن مسلحي جبهة النصرة والجبهة الإسلامية قتلوا مئة شخص من أهالي كسب من أصول أرمينية مشيرا إلى أن الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة يدعمهم الغرب عبر مواصلة تزويدهم بالأسلحة وأنهم ينفذون أوامره لتدمير الدولة السورية في لبنان أغلقت المحل التجارية والمدارس في المناطق الأرمانية احتجاجا على ما يتعرض له الأرمن السوريون في كسب من قبل إرهابيين نصرة المدعومة من حكومة أردوغان تضامن أرمن لبنان مع الشعب الأرماني في كسب بسوريا ضد الممارسات التي يتعرض لها على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة تركيا فأقفلت المحال والمدارس الأرمانية لساعات تلبية لدعوة الحزاب الأرمانية في لبنان استنكاراً للاعتداءات اللي عم تحصل بسوريا بشكل عام وبشكل خاص بكسب من قبل الجامعات التكفيرية والإرهابية كلها ودي الحكومة التركية اللي عم تشتغل مع الإرهاب هي اللي عم بتبعتها هيدول كلهم ليسير هالمجازير عم بتهجر الشعب المسيحي والمسلم والأرماني هيدا الموضوع هو إذا بدك نعلي الصوت ونرفض الشي اللي عم تعمله تركيا وهيدا الشي يعتبر بالنسبة لنا هو استمرار لنهجة اللا إنساني من التاريخ وبجايد ولطلاب المدارس مواقف أنا طالب سوري من حلب أرماني جايلة هون عم بتعلم يعني الشغلة اللي عم بيصير الدول العربية واتم تركيا هاودي بيساعدوا بعض بيتفقوا مع بعض يهاجوا العالم وخلال تجوالنا في منطقة برج حمود التقينا بعائلة نزحت حديثا من كسب بلاش ادروه وهربنا جمعة صباح ساعة ستة طلعنا من كسب كنا عايشين مع أحلانا يعني بحماية بلدنا وكل شي فجأة هيك هجموا علينا ما بعرف ليش وشرشحونا هيك الله يشرشحون إلهي رئيس طبعا التركيا الله لا يوجه له خير كما جالت وفود من حركات طلابية وشبابية من الأحزاب الأرمانية في لبنان على مختلف سفارات الدول المعتمدة في لبنان وذلك من أجل الضغط على تركيا وتمكين أهالي كسب من العودة إلى ديارهم أرمل لبنان علوا صوتهم اليوم تنديدا بالعدوان التركي على أهلهم في كسب معللين تضامنهم معهم ومع سوريا مؤكدين ثقتهم بالجيش العربي السوري في تحرير كسب من المجموعات الإرهابية المسلحة وعودة أهلها إليها من ساحة برج حمود في بيروت سنعالوية تلفزيون العربي السوري أكد وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويغو استمرار دول غربية وخليجية بتقديم السلاح وغيره للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا مشيرا إلى أن الوضع في سوريا مازال متوترا جراء ذلك وقال وزير الدفاع في عقاب اجتماع وزراء دفاع منظمة شنجهاي للتعاون بطاجكستان إن مسلحين قاتلوا في ليبيا يتسللون إلى سوريا ويقومون بدعم المعارضين في تونس والجزائر ومصر وسوريا أشار شويغو إلى أن التدخل العسكرية الخارجية في سوريا يهدد بنتائج كارثية على المنطقة برمتها مضيفا أنه يجب الاهتمام بالوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأن الأزمات الحادة في هذه المناطق سوف تمس دولا أخرى محاذية لها قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري إن مجموعات إرهابية مسلحة تخطط لاعتداء إرهابي بسلاح كيميائي في حي جوبر من أجل اتهام الحكومة بذلك فيما بعد وضف الجعفري في اتصال هاتفي مع قناة RT العربية أن الحكومة السورية وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون وإلى مجلس الأمن تضمنتا معلومات حول رصد اتصال لاسلكي بين إرهابيين كان مضمونه توزيع الكمامات من الغازات السامة أوضح الجعفري أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالا آخر بين إرهابيين أحدهما يدعى أبو جهاد ذكر فيه أنه سيكون هناك استخدام لغازات سامة في منطقة جوبر وطلب من العناصر الإرهابية المتواطئة معه تجهيز الكمامات الواقية أشار الجعفري إلى أن تنظيم جبهة النصرة نشر شريط فيديو قبل أيام يظهر في مراحل إعداد عربة محملة بسبعة أطنان من مادة TNT وC4 وسيارة أخرى محملة أيضا بمواد متفجرة لتفجير موقع سكر بريف دمشق يحتوي على مواد كيميائية ودع الجعفري المجتمع الدولي للضغط على السعودية وقطر وتركيا لمنع تمويل الإرهابيين في سوريا أهالي شبان فرنسيين قتلوا في سوريا يبدأون حملة ضد الشبكات الإرهابية التي تجند الشبان لإرسالهم إلى سوريا وضد صمت الحكومة الفرنسية ورئيس الوزراء البريطاني بل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يأمره بإجراء تحقيقات عاجلة عن جماعة الأخوان المسلمين بعد مخاوف من قيامها بأعمال إرهابية من بريطانيا لم تتوقف شبكات الإرهاب المدعومة أمريكيا وغربيا من تجنيد الشبان في أنحاء العالم وإرسالهم للقتال في سوريا ما دفع الصحافة الغربية لتصريط الضوء على الخطر الذي يهدد المجتمعات الأوروبية صحيفة الفيجورو الفرنسية كشفت عن بدء أهالي شبان فرنسيين قتلوا في سوريا حملة ضد الشبكات الإرهابية التي تجند الشبان تحت مسمى الجهاد لإرسالهم إلى سوريا وضد الصمت الحكومي الفرنسي تجاه هذه القضية وذكرت الصحيفة أن وزير الداخلية الفرنسي أحصى في شهر كانون الثاني الماضي 700 فرنسي تورطوا في الانضمام إلى العصابات الإرهابية في سوريا وقسما منهم عادة فرنسا وهذا ما يثير الذعر من تنفيذ عمليات إرهابية في فرنسا خصوصا بعد أن أحبطت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية هجوما محتملا لإرهابي عائد من سوريا على ساحل الكود دازور ولتطويق هذا الخطر في بريطانيا كشفت صحيفة الجارديان عن أوامر لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجراء تحقيقات عاجلة فيما يخص جماعة الإخوان المسلمين وسط مخاوف من أن الجماعات تخطط لأعمال إرهابية من بريطانيا ورغم حديث الصحف الغربية على موضوع تجنيد الشبان للقتال في سوريا لم تستطع إغفال انتصارات الجيش العربي السوري المتتالية على المجموعات الإرهابية التي تحدثت عنها صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية وبيّنت أن الحكومة السورية اتبعت سلسلة من الإجراءات بحماية البلاد من التفجيرات الإرهابية بالسيارات المفخخة ميدانيا قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على أعداد من الإرهابيين ودمرت أوكارهم في أرياف دمشق واللاذقية وحلب ودير الزور ففي بلدات القلمون والغوطة الشرقية بريف دمشق تم القضاء على عدد من إرهابي جبهة النصرة من بينهم الإرهابيون عبدالله غزال وعبدالهادي المغربي وأسامة الناطور وعمر حمود وبلال عبدالحق وفي ريف اللاذقية الشمالي قضت قوتنا المسلحة على أعداد من الإرهابيين في جبلي الكوز والنصر ومحور نبع المرة وفي حلب تم استهداف تجمعات للإرهابيين في دارة عزة ما أدى إلى مقتل 22 إرهابيا وإصابة عشرة وفي دير الزور قضت وحدة الجيش والقوات المسلحة في أحياء الرجدية والجبالة والصناعة على عدد من الإرهابيين بينهم مصلح العبد وحميد الأطرش ومهيب الجافر ومعتز السعيد وزاهر العابد وعماد عزاوي ووليد الظاهر وسهيل مطر وعزيز سعد الدين وفيصل المداوي وحميد الخضرة وفي ريف حمص عثرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على مصنع للعبوات الناسفة بقرية الحصن ذكر مراسل الأخبار أن المصنع يحتوي على أعداد كبيرة من العبوات الناسفة الجاهزة والمعدة للتفجير وكميات كبيرة من المواد المتفجرة مختلفة الأنواع واجهزة خاصة لتصنيع العبوات ترجمة نانسي قنقر تم رفع العلم السوري على قلة الحصن جيش العربي السوري اختصر التاريخ كله بهذه المعركة سويت أوضاع ستة وعشرين شخصا بعد أن سلموا أنفسهم مع أسلحتهم للجهات المختصة لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن في بيت سحم برفي دمشق لأن الوطن للجميع ولأن الوطن يسامح من ضل الطريقة من أبنائه ستة وعشرون شخصا سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجيش والقوات المسلحة مما غرر بهم ورفعوا السلاح في وجه إخوتهم في الوطن لتتم تسوية أوضاعهم دولة قدمت كل التسهيلات مشكورة لحتى قمنا بإنجاح هذا العمل وهذا العمل هو تمهيد لعودة الأهالي بعض العودة التي وعدتها بالدولة بعدما نقوم بانتهاء من تسوية أوضاع هذه المسلحين أن يعود أهالي سبينة إلى بلدتهم تم النجاح إن شاء الله في هذا اليوم عرف كيف بتسليم أسلحة ستة وعشرون مسلح عرف كيف وتسوية أوضاعهم وذهابهم إن شاء الله إلى المنازل تظافرت الجهود الخيرة لإنجاح المسالحة الوطنية فكانت الثمار على الأرض كما تشاهدون كل الشعب اللي جوا بدوا يخلص من المسلحين اللي جوا لأنه إذا بدأ أحكي لك كلمة يمكن أنت الصومال أشو من جوا والله العظيم كل مجموعة بالشارع تلاقي أربع خمس مخافر مجموعات وكل واحد عكيفه شي إسلامي يعني إسلامي شو بدأ أقول لك حتى ما بتلاقي شي صنف عربي جوا إسلامي شي متطرف من ألف عام من ألف واربعمائة عام إنك بتلاقي شي بنادي إنه عربي لا الوضع يعني بفترة الأخيرة سيئ كثير رأس كيف والأمور يعني صارت تستوجب الرجوع لحظن الوطن أغرونا بالمساري كانوا يعطونا 100 دولار كل شهر قالوا نتاعوا لهون وكان يجينا التومين من برة من سعودية من الأردن من دول الخليج كنت بياع مي وإجا أب جولان كنت أستلم مع أب سبينا حكالي شو بدأ قابل شغلة تعمل عبي لي مي وكنت أقعد حرسة آخر النهار كان يجينا 200 دولار والله هي الطريقة الصح ويكفينا غلط يكفينا مهزلة يكفينا تضحك علينا الناس كان يخلونا نحفر أنفاق ونطبخ لهم ونحط متريس ومن هل الأمور يعني تمينا بفترة معينة منيحة لحتى قدرنا بعدين نوفد منهم ونسوي أوضعنا صفحة سودة بتاريخ الناس كلياتها فلا أمن ولا أمان ولا استقرار وجوع وحصار من أنهم نفسهم اللي جوا ممنوع يدخل علينا أي شيء كان فالدولة حاولت تساعدنا وتفوت أجزاء كثيرة من الأغذية فكانوا هما يجوا ويستولم على قسم كبير من الأغذية هذه فأهم شي هي نعمة الأمان والاستقرار هو بعيلته وولاده وقاعد ببيته فهذا الإنسان لازم شو ما صار فلازم هذا الثمن هو أغلاث من عنده شفت يعني أنه هاي ثروة ومو ثورة وموتنا من الجوع جوا هن بيأكلوا ونحن يبعثونا على البساتين وروح نقطف رجل العصفورة تنفقت عيوننا تنفقت وجهنا جسمنا تنفق من وجه العصفورة موتنا من الجوع تذلونا جوع الهصابات ما في أكل ترون عند قاد مجموعة لعند أي واحد أكل عنده تطلب منه مستحيل ما بيعطيك محاولات عديدة للمرتزقة من عرب وأجانب وتمويل من دول تدعي الإسلام لتدمير قلعة الصمود سوريا لكن التاريخ حافل بخيبات أعدائها في حمص القديمة أيضا سلم ثلاثة وعشرون مسلحا أنفسهم وأسلحتهم للجيش والقوات المسلحة لتسوية أوضاعهم تم تسوية أوضاع عدد من مسلحي حمص القديمة بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة التي قامت بدورها بتسوية أوضاعهم لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية أنا سلمت نفسي لأنني عرفان حالي أنه كنت على غلط وهلأ بتمنى والحمد لله رب العالمين أنه تمت تسوية وضعي عملت تسوية والحمد لله هي أوضاعي بخير وبتمنى كل العالم تعمل تسوية وطلعت إن شاء الله لبرة الحمد لله أنه إجانا هذا القرار تبع العفو وإدرنا الحمد لله نكسب هذه الفرصة نطلع لأنه في زوى ظلم وما في إنسانية يعني بالموضوع جوى كله ما في إنسانية ندمانين يعني كنا غلطانين هلأ وعينا يعني صحينا نسلمنا حانا وسلمنا سلاحنا ونرجعنا للوطن لن يضع الوطن أي عائق في وجه كل من يريد تسليم سلاحه وعودته إلى أهله ووطنه وفي السويداء وبعد ضبطهم أمس 186 حبة مخدر في سيارة دفع ربعي رجال الدفاع الوطني يضبطون سهريجا محملا بثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف حبة مخدر كيبتاجون شرق قرية الحقف القريبة من البادية رجال الدفاع الوطني في محافظة السويداء ونتيجة المتابعة الدائمة والرصد المستمر ألقوا القبض على صهريج مخصص لنقل المياه شرق قرية الحقف وبمحاذات البادية كان ينقل ما قدر وزنه بأكثر من طن من حبوب الكيبتاجون المخدرة ممهورة بختم الجزيرة ومرسلة إلى عصاباتهم الإجرامية وردت إلينا معلومات بتواجد صهريج في منطقة البادية أو القرى القريبة من البادية سالكا طريق سيتجه به إلى البادية تم رصده من قبوات عناصر الاستطلاع والرصد ومتابعته تم ضبطه بكمين محكم وجد فيه أكياس قدرت ب33 كيس كل كيس يحتوي على 100 كيس صغير هذه الأكياس معبئة وكل كيس موجود فيه ألف حبي مجموعة مع ضبط 3 ملايين و300 ألف حبي موسيقى 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 في جلستها الأسبوعية سعت الحكومة لإنجاز العديد من الملفات خلال الفترة القادمة منها استكمال ملف الشهداء والجرحة ودراسة واقع التأمين الصحي إضافة إلى الإسراع بتعديل قانون الاستثمار ومعالجة المشاغل الثالث الحكومة تسعى إلى ملامسة هموم المواطنين بشكل مباشر من خلال استراتيجية جولات الميدانية والتواجد على الأرض وفي مختلف الأماكن والمواقع وعدم الاكتفاء بعقد الاجتماعات مع الإدارات المختصة ما أود أيضا أن أشير له من خلال جولة سادة الوزراء يعني أن لا يكتفي الزميل الوزير أو السيد الوزير فقط بالتركيز على اجتماع نوعي يعني الإدارة المختصة أيضا أن يلامس هموم الواطنين وأمام الحكومة خلال الأيام القادمة إضافة إلى متابعة الواقع الاقتصادي والخدمي التي تؤكد تحسنهما يوما بعد يوم ملفات عدة تحاول أن تنجزها بالسرعة القصوى منها استكمال ملف الشهداء والجرحة كنا قد وضعنا السيناريوين السيناريو الأول بالنسبة لذوي الشهيد العازب والسيناريو الآخر بإيجاد منح انتاجية بالتنسيق مع السيد وزير الزراعة والمذكرة التي قدمت من وزارة الزراعة من أجل إيجاد فرص مولدة للعمل تستقطب البطالة يمكن أن تشغل أكثر من شخص من دوي الشهيد وإضافة إلى ملف الشهداء والجرحة طلب رئيس الحكومة المعنيين بملف التأمين الصحي بحله والوصول إلى صيغة تحقق طموحات العاملين في الدولة وعدم الاستمرار لتقاذفه من وزارة إلى أخرى ومن شهر إلى آخر هذا الملف يجب حله تماما السيد وزير المالي يعني ما أن نذهب إلى أي مؤتمر لا يطرح هذا الملف هذا الملف يجب أن نذهب يعني توضع له آليات تنفيذية للحلول ويمكن الاستفادة من الزميل وزير الصحة لا أن تبقى الكرات تتقاذف من وزارة إلى وزارة ومن شهر إلى شهر واستعدادا لمرحلة البناء والإعمار تريد الحكومة إنجاز مشروعي التشاركية وتعديل قانون الاستثمار الذي يبدو أنهما بحاجة للمزيد من الدراسة قبل إقرارهما إلا أن موضوع المشغل الثالث يبدو أنه أمام معالجة قريبة موضوع المشغل الثالث أيضا يعني يجب أن يعالج خلال الأسبوع القادم ومن بين المواضيع التي طرحتها الحكومة كانت توجيه وزارة الصناعة لإعداد مذكرة لمعالجة موضوع الشركات المتعثرة والعمالة فيها وزارة الإدارة المحلية وقعت بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور وائل الحلقي مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للتجمعات البشرية الموئل حول تعزيز الاستجابة الطارئة للمدن وتقييم آثار الأزمة عليها وذلك في إطار خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين سوريا ومنظومة الأمم المتحدة العاملة فيها وأكد الدكتور الحلقي عقب توقيع الاتفاقية أن الحكومة تقوم بإجراءات إسعافية لحظية للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين من خلال اللجنة العليا لإعادة الإعمار التي تعوض على المتضررين حيث بلغت قيمة الأضرار التي تعرض لها حتى الشهر الفائت أكثر من 12 مليار ليرة سوريا وأشر الحلقي إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 50 مليار ليرة سوريا للجنة إعادة الإعمار لهذا العام وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلونجي أكد أن ورشة العمل تهدف إلى تعزيز الكفاءات المحلية في تحديد الاحتياجات والثغرات وبناء تصور منطقي واسع ومرن لحالات الطوارئ وكيفية التعامل معها وتتابعون تفاصيل أوفا في نشرتنا الاقتصادية فلسطينيا كشفت مصادر صحفية عن صفقة جديدة قدمها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتمديد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بعدما شارفت على الانتهاء قبل مغادرته لأراضي المحتلة وعلى قائه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ملامح صفقة جديدة وصفت بالكبيرة عرضها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الحالي تنص الصفقة المكونة من خمس بنود على موافقة الفلسطينيين تمديد المفاوضات وتوسيع الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى والاستعادة عنها بدفعة كبيرة تشمل مئات الأسرى وموافقة إسرائيل على تجميد هادئ للإستيطان والإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد المعتقل لدى الولايات المتحدة ووعود مالية وتسهيلات إدارية للفلسطينيين صفقة طعنت قبل أن تولد بالإعلان عن بناء ثمانية وسبع وحدات استيطانية في مستوطنة جيلو بالقدس الشرقية بعد ليلة طويلة التقى خلالها مرتين رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي بن يمين نتنياهو غادر وزير الخارجي الأمريكي جون كيري من دون أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس كما كان مقرراً وسط أنباء عن احتمال عودته الأربعاء بحسب ما أعلن موقع والا الإسرائيلي يصور الاحتلال الإسرائيلي استئناف المفاوضات على أنها من أجل إطلاق سراح بولارد وضمان استمرارها من دون أي مقابل يذكر بينما باتت مفاوضات من أجل المفاوضات فقط بالنسبة للفلسطينيين في ظل عدم نزاهة الراعي الأمريكي الذي يعلي أمن إسرائيل على أي شيء آخر ويسترضيها في أبسط الأمور وفي ظل تخل عربي واضح تضحت ملامحه في زيارة وفد الجامعة العربية إلى واشنطن في نيسان من العام الماضي قدموا وقتها تنازلاً جديداً قضى شرعنة الاحتلال وتبادل أراضي فلسطينية بالضفة الغربية بأراضي في صحراء النقب وربما تجدر الإشارة إلى أن الصفقة الجديدة جاءت بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السعودية وفي العراق قتل خمسة جنود وأصيب أحد عشر آخرون بجروح وذلك في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدفت قافلة عسكرية في مدينة تيكريت شمال العاصمة بغداد وفي السياق متصل قتلت القوات الأمنية 17 إرهابياً وألقت القبض على آخرين في مختلف المدن والمناطق العراقية وأبطلت مفعول العديد من العبوات والأحزمة الناسفة التي كان الإرهابيون يخططون لتفجيرها بين المدنيين في أخبارنا الدولية طالب الرئيس روسي فلاديمير بوتن سلطات كيف بإجراء إصلاح دستوري يضمن الحقوق المشروعة لسكان جميع المناطق الأوكرانية ووزراء خارجية حلف الناتو يؤكدون في ختام اجتماعهم في بروكسل تعليق التعاون العملي بين الحلف وروسيا في المجالين المدني والعسكري تضج الساحة الأوكرانية بمزيد من الأحداث والتطورات المتسارعة من تزايد حدة التوتيرات الأمريكية والأوروبية للعلاقات مع روسيا التي ربحت رهان القرم واقع فرض نفسه على الساسة الغربيين وحلف الناتو الذي اعترف أمينه العام أندريس فوغ راسموسين بقدرة القيادة الروسية على التحرك بسرعة وامتلاكها الإرادة السياسية القوية والواضحة مقررا بأن حلفه لم يكن لديه الكثير للقيام به في مواجهة التحرك الروسي ومنها ما قرره وزراء خارجية الحلف في اجتماعهم بتعليق التعاون العلمي مع روسيا في المجال المدني والعسكري تحرك روسيا تسعى واشنطن منفردة لتطويقه من خلال التوافق مع حكام كيف الجدد للسماح لقوات أجنبية ومنها الأمريكية دخول أراضي أوكرانيا في تجاهل للقانون الأوكراني الذي يحضر وجود قوات أجنبية أو إقامة قواعد أجنبية في أراضي البلاد ومن الجهة المقابلة ألغت موسكو كل الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع كيف المرتبطة بتواجد أسطول البحر الأسود في القرم بعد انضمامها لروسيا الرئيس فلاديمير بوتين بحث هاتفيا الملف الأوكراني مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وطالب سلطاتها إجراء إصلاح دستوري يضمن الحقوق المشروعة لسكان جميع المناطق الأوكرانية فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التعاون الروسي الأوكراني بما فيه التعاون الاقتصادي مرهون بسياسات كيف الخارجية في تركيا فرقت الشرطة بالقوة مظاهرات خرجت في عدة مدن احتجاجا على عمليات تزوير قالت المعارضة إنها شابت لانتخابات البلدية وذكرت وسائل الإعلام التركية أن نحو ألفي شخص تجمعوا أمام المجلس الانتخابي الأعلى احتجاجا على عمليات التزوير ورفع حزب الشعب الجمهوري شكوى وطالب بإعادة فرز الأصوات في أنقرة حيث فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بفارق بسيط وقال إيكان أرديمر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض إن لديه أدلة على وقوع مخالفاته منذ زمان بعيد بعيد كان السوريون إلى حين يخترعون الضحكة والضحكات جميعا ويقدمونها للعالم ليرسموا بدعابتهم ودماثة أخلاقهم بسمة على شفاه الناس محمولة على جناح كذبة بيضاء مطلع كل نيسان كل عام وأنتم بخير تحدد صناديق الاقتراع هوية الملك الذي سيحكم السعودية لسبع سنوات بعد أن يقرر مجلس الشور السعودي بناء على أهليته وثقافته إمكانية ترشحه وعلى الملك أن يخدم الحرمين الشريفين بيديه وينظفهما ويسقي الحجيج طواضعا لله كما سيقود بنفسه العمليات العسكرية لتحرير فلسطين والجزر السعودية التي تحتلها إسرائيل إنها كذبة نيسان فمن يصدق هذه الممياءات عندما تتحدث عن التغيير ولأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في كل مجال عمل وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه فقد قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى ومن يصدق أن مجلسا يعين بن سعود كامل أعضائه هو مجلس للشورى وهو على كل حال لا يتمتع بأي سلطة رسمية فليس من دستور في البلاد ليحدد الصلاحيات أما أعضاؤه من النساء فقد حددت لهن بوابة خاصة للدخول إلى قاعة المجلس والخروج منه كما حدد لهن مكان خاص للجلوس بعيدا نسبيا عن باقي الأعضاء لأسباب غير خافية لا أقدر أسافركم ولا أقدر أحضنكم ومن يصدق أن من يقرع الأنخاب مع الأعداء سيقف إن استطاع القيام مع فلسطين ثم من يستطيع فهم الهلوسات التي يتفوه بها هؤلاء قبل أن يركن لأهليتهم الثقافية هو الفكرية وإن موقف الملكة السعودية وهي الموقف العربي الثابت هي الضرورة أن تقضي أن تقضي عن فوضات لجهود أو جهود وبأي شكل من الأشكال التي تحقيق سلام الشامل من في ذلك استمروا النشاط الإسرائيلي بين المستعمرات والنسرار على ههود إسرائيل وموضعات انتهاك الأبساط الحقيق للشعب مما ينخذ به بكل أسف إلى الحد الذي يصبح الحدي أصبحت حالي الظاهرة منذ زمان بعيد في قدمه كان السوريون يخترعون الضحكة ويقدمونها للعالم يرسمون بدعابتهم ودماثة خلوقهم بسمة على شفاه الناس محمولة على جناح كذبة بيضاء مطلع كل نيسان بسمة ملونة كأنفاس الشهر الحائر في تقلبه بين الصيف والشتاء استقرت الدعابة اللطيفة عرفا ضاحكا في وجدان السوريين إلى أن جاء من شوهها أطلق الغرب كثبة ذات ربيع حملت معها رياح الموت تعصف في كل الأنحاء وسرعان ما تبنتها الهياكل الهرمت وممياءات الأنظمة القائمة في الخليج فباتت تقدم هذا الخريف الحاقد كثائر غيفري يخد ثورات العرب إن هذا إن ما نعمله ونطلع إليه أن يتمكن هذا المركز من مساعدة الشعوب على تنظر إلى المستقبل غير أن الكثبة الدموية وإن بلغت عامها الثالث فإن حقيقة سورية ستنهيها واضعة حدا للتذيب ومن يجذبون وقبل ختم نشرتنا نتوقف مع الشام وياسمينها فحملة ياسمين الشام لزراعة الياسمين والوردة الدمشقية في مناطق عدة من دمشق تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع مجلس محافظة دمشق لمدة ثلاثة أيام لأنها أرض الياسمين الياسمين الدمشقي الذي تفوح رائحته المعطرة بدماء شهداء سوريا وبهدف نشر هذه الزهرة على أكبر قدر ممكن من دمشق أقامت وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق فعالية زراعة الياسمين الوردة الدمشقية هي نزق من حضارتنا وهي هذا دريل على تمسكنا فيها بالرغم من أنهم يحاولون ينزعوا كل شي مرتبط فينا بدون يحاولوا ينزعوا فزراعة هذه الوردة أنه نحن بعدنا موجودين بعدنا حضارتنا متأصلة فينا رسالة محبة ورسالة أمل من قدمها لمدينة دمشق مثل ما هو معروف الياسمين ما هو غريب عن مدينة دمشق ارتبط اسم دمشق بالياسمين واخدت صفاتها الرائحة والصفاء والنقاء الفعالية انطلقت من جامعة الإيمان الذي ارتقى فيه شهيد المحراب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وروا بدمائه أرض الياسمين رسالة لكل العالم أنه نحن رغم اللي صار حنظل نزرع حب وسلام وخير وحنحصد كمان خير وسلام وحنوزع على العالم كشباب سوري نحن حنظل نزرع وحنظل نبني وحنظل نعمر مهما كانت المؤامرة كبيرة فنحن هي مهمتنا أنه نظل مستمرين بالخطة اللي نحن حاطينها كشباب سوري وطني الوردة الشامية والياسمين الدمشقية هي هي الوردة دائما تتصدر لكل دول العالم للوطن العربي أنه هي بترمز للشام من أرض الياسمين خرجت مبادرة تؤكد أن رسالة السوريين ستبقى نقية كزهرة الياسمين لأخبار التلفزيون العربي السوري بشار الكردي دمشق وساؤكم يا سمين بقي أيها السادة نذكركم بعناوين هذه المشاكل روسيا تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ يناقش جرائم العصابات الإرهابية بحق سكان مدينة كسب الجيش العربي السوري يقضي على العديد من الإرهابيين ويدمر أوكارهم في أرياف دمشق وحلبة واللابقية كيري يغادر الأراضي المحتلة دون لقاء رئيس عباس ختموا نشرتنا شكرا للمتابعة لأننا لله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر